السلام عليكم ومشارككم إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير كما العداء والعوايد إذا كنتوا جدد في القناة ديالي مرحبا بيكم وإذا كنتوا من المتتبعين ديالي كذلك مرحبا بيكم الوصفة اليوم حتكون عبارة عن خبز الباكت ولكن رح ندير مزيج بين سميد والفارينا ما رحش نخدم بكل واحد أطاق رح يعطيني قاوم بزاق خفيف الداخل ويكون هش وهدو الوصفة رح نعطيكم المقادير بالبول تا الشربة باش يكونوا مقادير مضبوطة مئة بالمئة ونعطيهم لكم تاني في صندوق الوصف بالقرام أنا ضعفت الكمية ماشي هادي هي اللي درتها أخديت دفوة هادي مئة عطيت لكم جز تا كيلة واحدة عندي كيلة تا فارينا تكون مقببة مع كيلة سميد ممسوحة كيلة فارينا مقببة مع كيلة سميد ممسوحة تلت مغارف كبار تا زيت عندي مغرفة كبيرة تا لحظة إذا كانت متوفرة عندكم وإذا كانت ماشي متوفرة ديروا مغرفة حليب عندي مغرفة صغيرة تا ملح تا قهوة لنخلطوا بها القهوة اي بيان سيوغ من جهة تانية فهذاك لبتي غي سيبيان عندي مغرفة كبيرة تا خميرة الخبز مع نصف مغرفة تا سكر راح نضيف عليها ميتين وخمسين ميلي لتر ما دافي ونخلي الخاليط ديالي يتفاعل باش ندير لولوفان ديالي من بعد مور ما لولوفان ديالي يطلع راح ناخد هاداك البولتا الفارينا مع البولتا سميد نضيف له ثلاثة مغارف تا الزيت ولحظة ديالي مغرفة كبيرة والملح نخلطهم من مليح من بعد نضيف له هاداك لولوفان ديالي مور ما دفاع لي مدة خمس دقائق بالتقريب على حسب درجة حارات الغرفة بينسيغ لي تكونوا فيها المهم راح نلم كامل العجينة ديالي بهذاك الخاليط حتى نتحصل على العجينة تكون شاد داروحة شوية من بعد راح ناخد نصف كاس ما واحد اخر بالتقريب نصف كاس ما انا هنا استعملت ورح نبدأ نعجن العجينة ديالي بهذاك النصف كاس تعلمة نبدأ نضيفه بالتدريج ونعجن حتى نتحصل على العجينة تكون طرية وما تكونش تتلاسق اللي عندها البيتخان تستعمل البيتخان ديالها اهلا زينا هنا جيتكم باش ما تقولوش دايما تستعملي البيتخان راح نوري لكم باللي نقدروا نوجدو الخبز بيدينا برك راح نعجن الخاليط ديالي مليح بهذاك النصف كاس تعلمة حتى نتحصل على هاد العجينة اللي راح تكون عجينة متجانيسة وراح تكون تتلاسق شوية برك ماشي بزاف كي ما راكم تشوفو راح تبانلكم باللي عجينة تلسق ما كيتش تشوفو في اليدين ترماركي وباللي ما تقعدش تجبد معاكم من بعد مورو ما خليت لعمجينة تاعت خمرت بالتقريب مدة ساعة قلتلكم يختلف من مكان الاخر كي المناطق بردة مراطق دافية المهم لتضاعف الحجم ديالها بارضون ما تخلوهاش حتى تفود حقها يونفوا يتضاعف الحجم ديالها راح نبدأ ونشكلوا ليبول ديالنا راح ندير كوائرات متجانيسة هديك الكمية تاع السميد والفارينا راح تدير لكم بالتقريب ربعة ليباقت يكونوا كبار ماشي صغي ورين انا قلتلكم ضاعفت الكمية دونك تحصلت على ثمانية راح ندير على كي ما راكم تشوفوا توجو كيندولة بولتعنا لموها للوسط كامل من بعد نغلقو كي ما راكم تشوفوا بالإبهام مور ما جزوا عشر دقايق مور ما شكلتهم راح ناخد جست شوية زيت قسمة دي ماري مما تستعملوش فقالي بول جست المرة اللولة فقط من بعد راح نرش سميد الارطب ورح نبدأ نحل الخبيزات ديالي نرش سميد الارطب فوق طاولة العمل دي راح يكون على الجهتين بالتقريب ونبدأ الرولي الخبز ديالي بلا ما نضغط في الواسط نضغط فقط في الطرف كي ما راكم تشوفوا والرولي الخبز ديالي نسو ديه مليح من تحت نغلقو مليح من تحت من بعد رش شوية سميد والروليه فيه نعود لكم واحد اخرى راح ناخد شوية سميد نرشو على طاولة العمل نديرو على الجهتين باش نقدر نحلو بالحلال من بعد نبدأ نرولي فيه بالاعقل بلا ما نضغط في الواسط فقط في الجوانب اللي ندير عملية الضغط ونسو ديه مليح من تحت ونبعد نعود الرندوق في شوية سميد ارطب راح نحطهم بجيه نخليهم يختمروا بالتقريب مدة عشرين دقيقة وراح ندير الشكل اللي نحب ناخد المديالي ندهنو مليح هذك الخبز بالماء وندخلو يطيب في الفرن على ميتين وعشرين درجة بالتقريب من خمسة وعشرين حتى تلاتين دقيقة كل الفرن وكيفاش يكون اي بيان سوق حطيت الداخل سنيوة فيها المسخون باش يطيب على البخار هذك الخبز اديالي اشتركوا في القناة واذا عجبتكم القناة ديالي ما تنسوش تشجعوني هاكدا باش نواصل ونحط لكم وصفات اكتر واكتر اللي يفيدوكم ويفيدوني انا تانيت اذا عندكم كشوصفة بعتوها لنجربها والسلام عليكم